أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع آخر جلسات العام المنقضي بارتفاع عن جامعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وسط أحجام تداول متوسطة وربح رأس المال السوقي للبورصة ملياري جنيه لغلق عند مستوى 961 مليار و 200 مليون جنيه وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 14% لغلق عند مستوى 14598 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 37% لغلق عند مستوى 2801 نقطة وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 35% لغلق عند مستوى 4145 نقطة ترجمة نانسي قنقر